موسيقى صدقت الهيئة العامة للكنيسة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكحول لفان بعد أن صدقت على تعديل قانون بتمويل الأحزاب بتأييد 71 عضو كناسة ومعارضة 37 وكانت الكنيسة قد صادقت في وقت سابق على القراءتين الثانية والثالثة على تعديل كل من قانون أساس الحكومة والكنيسة لذين يضمنان تنفيذ الاتفاق الائتلافي والتنوب على رئاسة الحكومة بين ناتنياهو وغانتس هذا واتفق كل من حزبي الليكود وكحول لفان على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات يتنوب على رئاستها كل من ناتنياهو وغانتس على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها القسم الدستوري يوم الأربعاء المقبل في الثالث عشر من أيار كما وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماسات ضد ناتنياهو والاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو وسمحت للأخير بتشكيل الحكومة رغم ملفات الفساد المقدمة ضده أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات إلى 293 فيما تم تسجيل ما يزيد عن خمسة ألاف حالة نشطة عقب تعافي أكثر من عشرة ألاف مصاب هذا وانخفض عدد الإصابات النشطة ب142 حالة خلال 24 ساعة وفق ما أظهرته البيانات الرسمية وبحسب الوزارة فإن 91 شخصاً وصفت حالتهم بالمتوسطة و89 بحالة خطيرة فيما تم توصيل 69 منهم بجهاز التنفس الإصطناعي وتراجعت الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفسي إصطناعي خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 2 فارزة 8% وارتفعت نسبة المتماثلين لشفاء بنسبة 1 فارزة 7% فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها في البلاد من جديد بعد أن تم إغلاقها لمنع تفشي الوباء وذلك بموجب تسهيلات الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات في المقابل طلب المجتمع العربي بفتح المسجد المغلقة لشهر الثاني على التوالي كإجراء وقائي وتم تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مسجد أبو بكر الصديق في باقة الغربية وندد المشاركون باستمرار إغلاق المساجد في الوقت الذي تم فيه رفع التقييدات وفتحت المدارس والأسواق والمتاجر التي تشهد في غالب الأحيان حالة من التجمهر أوسط الهيئة العربية للطوارئ على عودة الطلاب في المجتمع العربي بشكل تدريجي إلى المدارس يوم الأحد المقبل في العاشر من أيار الجاري وذلك عملا بتوصيات اللجان الصحية والمهنية المختصة أفادت الهيئة العربية للطوارئ في بيان لها أن اللجنة القطرية للصحة أوسط بعودة التعليم في جميع البلدات العربية إلا أنها شددت على خصوصية بعض البلدات بسبب انتشار الكورونا مع ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين كما وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية على مواصلة الإضراب المفتوح بعيدا عن جهاز التعليم واحتجاجا على عدم التجاوب الحكومي مع مطالبها قائلة إنها بصدد اتخاذ إجراءات احتجاجية تصعيدية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامي ناتنياهو ورئيس كحولفان بنيغانتز خلال زيارة سريعة للبلاد الأسبوع المقبل في رحلته الخارجية الأولى منذ بدء أزمة كورونا ولفتت مصادر دبلوماسية وفق وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن بومبيو سيعقد اجتماعا مع جانتز ونتانياهو لبحث برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة خاصة مخطة ضم أراضي فلسطينية للسيادة الإسرائيلية بموجب صفقة القرن المزعومة ونقلت الوسائل عن مصادر دبلوماسية قولهم أن بومبيو سيصل قبل أداء القسم الدستوري لحكومة نتانياهو وجانتز الجديدة علما بأن آخر زيارة قام بها للبلاد كانت في تشرين الأول من العام الماضي قال المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيلا بوردينة أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حول ضم أراضي فلسطينية للسيادة الإسرائيلية مرفوضة وكاذبة لأن قرر الضم قائم على بنود صفقة القرن وشددت الرئاسة على أنها لا شرعية للخطوات التي تتخذها كل من إسرائيل وأمريكا وتخالف القانون والشرعية الدولية وأكدت على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه الخطوة وكان قد أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام قمة دولي عدم الإلحياز بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذ أعلنت إسرائيل ذلك وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وإسرائيل تبعات المترتبة على ذلك في حال تم تنفيذ القرار كما ودانت قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استطانية في غوش عطسيون 20% من الأطفال الأمريكيين لا يحصلون على كميات الغذاء المناسبة بسبب وباء كوفيد 19 هذا ما أظهره تقرير نشرته مجموعة أبحاث أمريكية وتقدم ما لا يقل عن 30 مليون أمريكي بطلب للحصول على مخصصات بطالة منذ بدء الجائحة حيث وصلت نسبة البطالة إلى 20% وهي غير مسبوقة منذ بدء أزمة الكساد الكبرى في ثلاثنيات القرن الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء عقده بالبيت الأبيض بمناسبة اليوم العالمي للممرض قال إن انتشار وباء كورونا هو أسوأ واعتداء على البلاد ولم يسبق له مثيل وفيما يتعلق بخطوط الطيران الجوي بعدما بدأت السنة بشكل إيجابي تكبدت خطوط جوية في فرنسا خسائر مالية وصل إلى ما يقارب 2 مليون يورو إثرى عواقب أزمة كورونا على النقل الجوي في شهر أذار وغيرها من الخسائر التي تعكس تأثير الوباء على حركة الطيران ويتوقع بنكو إنجلترا انخفاضا حادا في إجمال الناتج الداخلي للمملكة المتحدة حيث يبلغ 14% في هذه السنة بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وأبقى في الوقت نفسه على معدل الفائدة عند 1% بالعشر بالمئة وهو معدل قياسي في الضعف أما في بريطانيا قال أطباء المتخصصون في علم الأوبئة والفيروسات إن فيروس كورونا لا يزال معضيا بشكل كبير إذ أن إصابة شخص واحد به كفيلة بنقله إلى ثلاثة أشخاص في المتوسط ويقدر أن أقل من 5% من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بالعدوى أي أنه لا يزال أكثر من 63 مليون عرض للخطر وحذر الأطباء في تصريحات لبي بي سي من أنه إذا رفعت السلطات الإغلاق بشكل كامل فإن موج التفشي أخرى للفيروس لا مفر منها ورغم التباطئ في انتشار وباء كورونا في العديد من دول العالم إلا أنه لم يتوقف عن حصد الأرواح حيث أودى بحياة ما يزيد عن 200 ألف و 600 شخص وتسجيل أكثر من 3 ملايين و 800 ألف إصابة حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر